الافراج على سامي الفهري اليوم بعد قضاء اكثر من 14 شهر كما تشوفوا في التصويره اليوم اللي رجوع بتاع سامي الفهري مشارع عرضت له مرتو اسم الفهري والهادي ازعيم المنشطة برنامج فكرة سامي الفهري سامي الفهري كان عدى بريودة طويلة ياسر 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 في السجن اكثر من 14 شهر وهي المدة القانونية اللي يسمح بها القضاء التونسي انه يعني متهم يبقى في الايقاف مدة 14 شهر على شرط انه ما يجاوزش المدة ذي وكان يعني ما تمش ثبوت عليه اي ادلة باش الدينه يقع الافراج عليه وهو شيء المتزمش بها النيابة العمومية في قضية سامي الفهري بالذات برشة ابقوا يتسألوا شنوه علاقة الافراج انتع سامي الفهري اللي تزامن مع الافراج على نبيل القروي اللي بناتهم انهار تقريبا سامي الفهري حسب مصادر مقربة منه ومن يعني القطب القضائي في قناة الحوار التونسي قال اللي المحامي تعمل سامي الفهري والمحامي انتع نبيل القروي اتفهمه مع بعضهم ورفعه القضية امتيح من الامنستي يعني منظمة العفو الدولية وهي اللي ضغطت على المجلس الاعلى القضاء التونسي باش يدخل في القضية ويعني اتم الافراج على سامي الفهري ونبيل القروي ولولا هذا من نظمة العفو الدولية يعني هددت قطب القضاء التونسي انها ترفع القضية وتوصلها حتى الامم المتحدة مداما اوصل سايبو واحد يعني اللي هو نبيل القروي لازم يسايبو الثاني اللي هو سامي الفهري مداما مزوز عندها من نفس القضية اللي هي تتسمى قضية رأي او قضية تفكير حسب ما يحبوا يسموها ترجمة نانسي قنقر